في السبعين من عمرها تقف الحاجة شهيرة حسين كمحتجة ببسطتها المتواضعة ضد الاستيلاء على المتنفسات العامة وحرمان أبناء العاصمة المؤقتة عدن من المتنفسات المتشانية هذه الأياد الناعمة والأياد القوية هي اللي بتبني المستقبل للشباب والشابات وإن شاء الله بإذن الله أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنهم هادون الشابات والشباب أيضا يعملوا شيء لبلدهم وتكون بلادنا منورة بوجودهم وبأيديهم بالأعمال كلها بإذن الله تعالى وهذا كلمتي وإن شاء الله يكون هذا نداء لكل امرأة عشراتهم من سيدات المشاريع الصغيرة شكلنا بمنتجاتهن سلسلة بشرية للتعبير عن رفنهن للاستيلاء على متنفس أبو ديست الطبيعي الوحيد في المدينة نحافظ على هذا المكان كما استوى للعائلة يعني ما فيش أي جهتان يتاخده أو أنه مثلا يكون متنزح يعني يحاول أنه للأطفال يعني ترفيه للأطفال للعائلات ويمتاز متنفس أبو ديست الطبيعي المطل على الواجهة البحرية بمناظر خلابة وأجواء باردة مفعمة بالهواء النقي وسط مخاوف من استيلاء المستثمرين على الموقع بوثيقة البيع والشراء أو الإيجار لقدب أكبر شريحة من المواطنين والأهالي إلى هذا المتنفس الطبيعي والمجاني وقدب انتباه الرأي العام لقضية هذا المتنفس الذي على وشك أن تتم مصادرته بموقع توقيهات صرف مخالفة للقانون وهذه المتنفسات الطبيعية والمجانية لا يجب أن تصرف لأشخاص أو مستثمرين تحت مسمى الاستثمار ويتم إغلاقها والدخول بتداكر وهذا ما لا نريدهم نحن اليوم وساهمت الحرب القائمة في البلاد منذ سنوات في إضعاف نفوذ الدولة ما شجع تجار وسماسيرة الأراضي على الاستيلاء على عدد من تلك المواقع بطرق مختلفة وتحويلها إلى متنفسات سياحية تجارية خاصة فيما حرمت فئة كبيرة من البسطاء من ارتيادها لعجزها عن دفع تكاليف الرسوم طبعا المكان هذا من أروع الأماكن والآخر المتنفسات المجانية لمجالية صيرة هناك في بعض المتنفذين يحاولوا يبسطوا على هذا المكان بتوقيهات وتعليمات من جهات غير معروفة يحاولوا أن يسيطروا على المكان ويحاولوا إلى منتزها ودخول بفلوس تظاهرة مجتمعية شكلت رسالة ضغط على طاولة السطرة المحلية التي ظلت عجزة للشهر الخامس على التوالي عن وقف عبث التجار الجدد بحجة الاستثمار ولم تأخذ في الاعتبار الأذى النفسي والأخلاقي في جعل المدينة من غير متنفس مجاني يخفف من حر صيف تصل درجة حرارته في بعض المواسم إلى 40 درجة مئوية لبرنامج أسبوع البلد قناة المهرية محافظة عدن